من المشاريع اللي دائماً نسمع فيها لما بنزور مؤتمرات للبلوكتشين أو بنتابع أخبارها هو مشروع الهايبر بليتجر مع أنه من السهل أنه نعرف شو هي العملات البيتكوين والإثيريوم إلا أنه مش سهل على البعض منها معرفة إيش بنقصد لما نحكي على مبادرة الهايبر بليتجر بس نتعرف على المبادرة رح نلاقي فيها فرص لتطبيقات عملية بقطاعات الأعمال اللي مش مرتبطة بالعملات الرقمية هي مش عملة ولا شركة ولا بلوكتشين الهايبر لتجر هي مركز اتصاد مفتوح لتطوير الصناعي للبلوكتشين الهايبر لتجر هي جهد تعاوني إن عمل عشان يعزز تقنية البلوكتشين في مختلف الصناعات هي تعاون دولي تستضيفه مؤسسة ليونيكس وبتضمن قادة في مجالات التمويل والأعمال المصرفية والإنترنت سلاسل التوريد التصنيع التكنولوجيا هذا التعاون ما بهدف ترويج البيتكوين أو الإثيريوم مثلا بس هدفه تطوير تقنية البلوكتشين نفسها وخلق بيئة يكون فيها مطورين البرمجيات والشركات عشان تترتب جهودهم في بناء تقنية البلوكتشين عملت مؤسسة ليونكوس هاي المنصة في ديسمبر 2015 في بروري 2016 أعلنت الأعضاء المؤسسين وبعدها بشهر نضملها كمان عشر أعضاء اليوم هايبر لتجر فيها أكتر من 100 عضو من مختلف القطاعات زي شركة إيرباس شركات الآي تي زي آي بي أم نوكيا شركات مالية زي أمريكان إكس بريس وبالإضافة لشركات بلوكتشين زي بلوكتشين اشتركوا في القناة